لا يمكن إلى هذه الدرجة تلفيقه وليس رئيس بلد ممكن أن يحرك منظومة قضائية كاملة الـ FBI كل هذه الأجهزة وهي بشكل أو بآخر تعمل بشكل هيكلي ومستقل عن السلطات وبالتالي أيضا دعني أقول راكموا ملف معين باتجاه أن يذهب هذا المذهب طبعا لأنه هناك صياق الانتخابات المقبلة وسياق آخر بأن هذا الرجل بإمكانه حتى الآن أن يشكل خطرا على أي منافس ليس فقط على جوبايدا لكن أي منافس للحزب الديمقراطي فلا يمكن إلا أن نبدأ تفسير معين على كل حال الحزب الجمهور يتهد بهذا الاتجاه ودونالد ترامب يعتبر أن دفاعه الأساسي أن هذه مؤامرة من قبليا عندما كان رئيسا في الولايات المتحدة أو على رأس الولايات المتحدة كان يعتبر أن هناك مؤامرات ضده حتى الانتخابات التي خسر فيها اعتبر أن هناك مؤامرة من قبل هذه الولايات المتحدة ضده شخصيا خلال الأربع سنوات كسر كل القواعد والعادات التي يمكن لأي رئيس جمهوري طبعا كل رئيس لديه كاركتر طبعا معين بأمكانية ظهور لكن على الأقل هذا الرجل الذي اجتمع بالرئيس بوتين في هلسينكي أعتقد عام 2018 حتى الآن الولايات المتحدة لا تعرف ماذا جرى في هذا الاجتماع وجرى الولايات المتحدة جعل علاقات تسيئة جدا مع الحلف الأطلسي مع الاتحاد الأوروبي وحميمية جدا مع رجل كفلاديمير بوتين أو مع زعيم كوريا الشمالية كسر علاقاته مع كندا وبنى جدار على المكسيك وما هو خطير في الموضوع الديمقراطي أن رجل يأتي من عالم العمال ليس له علاقة بالسياسة لم يكن يوما عمدة لأي قرية ينتخب بسبب هذا السلوك وبسبب هذه الطبع وبسبب هذه التصرفات التي قد تؤدي إلى جذب المعجبين أن ينتخب رئيسا لأكبر دولة بإمكانه تقرير مصير ليس الأمريكيين فقط لكن تقرير مصير أمم وبلدان أخرى إذا أردت أن تذهب به إلى المحاكمة فعليك أن هناك مجموعة أولا مسألة هل له الحق أو ليس له الحق الأخطر من ذلك هل هو أخذ هذه الوثائق المهمة التي تشكل خطرا على الأم القوم الأمريكي بقصد الجاسوسية أو بقصد شيء آخر أم أنه أخذها لماذا؟ في أسئلة كثيرة ثالثا كلام كثير عن المنزل في فلوريدا الذي وجدت فيه هذه الوثائق العهدي في البيت الأبيض كان كل أجهزة المخابرات والأمن تعتبر أن هذا بيت غير آمن وكان كان استقبل رؤساء وعقد اجتماعات مع زعماء دول وتقرر داخل هذه الاجتماعات قرارات معينة لكن هذا المنزل لم يكن آمن وكان بإمكان أي شخص من المحيطين بهذا الزائر أو ذلك أن يسجل أي تفاصيل معينة من يكون مجهدا إلى هذه الدرجة إلى درجة أن رجال الأمن في البيت الأبيض اضطروا لبناء غرفة سرية من أجل أن يجبروه على حشره مع ضيوفه للكلام بشكل سري والتالي هذا البيت بإمكان اختراقه للذهاب باتجاه الوثائق السرية حتى الآن لا أحد يقول أن هناك جهات أخرى دخلت إلى هذا المدخل لكن أعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تنتهي مع هذه الظاهرة غير الطبيعية وأعتقد أن الحزب الجمهوري أيضا الذي اضطر أن يستقبل زعيما واضطر أن يقف وراء رجل لم يكن يوما ما من داخل الهيكل الحزبي أن نتعامل معه بصفته رئيسا يعتمد قواعد معينة يحترم قوانين معينة يستمع إلى الأجهزة يستمع إلى المشتشارين وبإمكانه فعلا أن يفعل كل ما يسمح له دستور للدفاع عن مصالح بلاده وليس مصالحه الانتخابية فرص الرابح نحن ننسى أن دونالد ترامب هزم 18 مرشحا جمهوريا قبل أن يهزم هلالي كلينتون 18 مرشحا جمهوريا واحد تلو الآخر هزمهم وأتى على رأسهم وبالتالي الحزب الجمهوري الذي يريد أن يحكم هذا هو تعريف الحزب نشتغل سياسة من أجل وصول إلى السلطة كان وراء هذا الرجل والحزب الجمهوري حتى الآن ما زال يعول يعني مكره أخاك أو بطل لكنه يعول على هذا الفرص الذي بإمكانه العودة إلى البيت الأبيض والحزب الجمهوري أيضا يعتبر أنه الرئيس هو كذلك وحزبه هو رئيس جمهوري وهو مرشح جمهوري وبالتالي أبجديات التعامل مع هذه القضية أن يقوم الحزب الجمهوري بالدفاع عن هذا المشكلة مشكلة كبرى أن الولايات المتحدة عندما أرادت التخلص من هذه الظاهرة دونالد ترامب أتت لم تجد غلاء إلا جو بايدن وجو بايدن حتى الآن يعاني ما يعاني حاليا على مستوى الكفاءة ربما على مستوى الصحي وعلى مستوى السهو واللوبس الذي ينطق به لكن ربط أن الولايات المتحدة كما قلت تماما هي تحتمي بالدولة العميقة تحتمي بكل هؤلاء المستشارين تحتمي مستشار الأمن القومي وزير الخارجي ووزير الدفاع كلهم هؤلاء المؤسسات الذين بقدر الإمكان يحاولون أن تصحيح قرر دونالد ترامب الانسحاب من سوريا اليوم التالي توقف هذا القرار قرر جو بايدن أن يشن حرباً على الصين إذا ذهبت إلى تايوان البيت الأبيض البيت الأبيض يعني موظف البيت الضن صحح وهذا التصحيح وبالتالي دولة العميقة في الولايات المتحدة هي من تصحح نزواتي هذا الرئيس أو هذا المرشح